دراسات كثيرة الحقيقة أجريت على موضوع النوم هل هو على الجانب الأيسر أم الأيمن أم الاستلقاء على الظهر ولكن أود أن أشير إلى دراسة أجريت على مرضى القلب ووجدوا أن النوم على الجانب الأيمن أفضل لسلامة عمل القلب لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى عندما خلق الإنسان خلق قلبه على الجانب الأيسر وبالتالي عندما تنام على الجانب الأيمن يصبح القلب من الأعلى يصبح مرتاحا لا يوجد ضغط عليه بعكس نومك على الجانب الأيسر إذن أنت عندما تريد أن تحافظ على هذا القلب وتريد لقلبك أن يعمل بنظام وهو مرتاح لا تنسى أننا ننام ثلث عمرنا نقطه في النوم فعليك أن تنام على الجانب الأيمن طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في كل شيء يحب اليمين وكان عليه الصلاة والسلام ينصح الصحابة إذا أراد أحدهم أن يتوجه إلى النوم أن يتوضأ ثم يتكئ على شقه الأيمن